وعلى كل المؤتمر القاهرة طبعا فيه الكثير من الثقرات التي يمكن أن تذكر لكن يبدو والله أعلم كان الكثير تحت سطوة وضغط الدعوة المصرية وأنت تعرف عموما مصر وسطوتها عموما السطوة النفسية على كثير من الذين ربما تداعوا إلى هذا المؤتمر وذهبوا أحيانا ربما قبل أن يدرسوا حتى مآلات هذه الدعوة وللأسف الشديد كما عبر أحد الإعلامين السودانين أنه فعلا أخونا العلو حسن إسماعيل واضح جدا يقول أن القوة السياسية سواء المؤيدة للقوات المسلحة أو تلك التي غير مؤيدة للقوات المسلحة وانحازت بشكل واضح للتمر إلا أنها تعاني إشكالات كبيرة جدا في بنية العقل السياسي وطريقة تعاطيه مع الملفات المعقدة والملفات المشكلة فمثلا الذين ذهبوا وهم يدركون تماما بأن الذي ينتظرهم في القاهرة هو الواجهة السياسية للدعم السريع أو الواجهة السياسية لهذه المليشية التي تفسد وتخرب وتفعل ما تفعل من مشكلات ولكنهم ذهبوا وهم يدركون بأن ما سينتظرهم هو هذه الوجوه التي يعرفونها وتلك الفئات التي كانوا يصنفونها بأنها واجهات للدعم السريع فهذه على كل إن كانت واحدة من الإشكالات الكبيرة جدا فوجئ هؤلاء بطبيعة الحال بأن المخرجات ربما كان هناك من أعدها سلفا وعمل عليها جاهدا وكان لابد أن تؤدي بطبيعة الحال من نول ومن دعا ومن رتب ومن سعى له هذا النوع من المؤتمرات بطبيعة الحال له أهداف على كل يجب أن يحققها وهذه الأهداف يحققها بطبيعة الحال بأشخاص الذين هو يثق فيهم فكانت المفاجآت كما تفضلت في قضية أنه والله صياقة البيان من الذي يتلو البيان هذه كلها ربما تفاجأ حتى الحاضرون تفاجأ كثير منهم بأنه من الذي فوض زيد من الناس أن يتلو هذا البيان لأنه فعلا مسألة البيانات تلاوتها صياقتها البنود التي تكون فيها طبيعة المناقشات كل ذلك يفترض أن يكون فيه نوع من التوافق ولكن هذه على كل كانت إحدى المشكلات في هذا المؤتمر